تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من كاترين كولونا وزيرة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية تناول الاتصال التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية وتبادلات تقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستمر وفي هذا السياق أكد شكري ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع مطالبا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده كما أعد وزير الخارجية تأكيد على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم مطالبا بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضه لها جملة وتفصيلا وعضحت وزارة الخارجية أن مناقشات شوكري وكولونا تطرقت أيضا إلى التطورات على الساحة اللبنانية وتهديدات المتزيدة للملاحة في البحر الأحمر حيث حضرها من المخاطر المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها والسلم والأمن الدوليين اشتركوا في القناة